سيرا على النهج المعتمد لتزويد المغرب ببنيات تحتية مائية المالك محمد السادس يترأس بالقصر الملكي بالرباط اجتماعا تمحور حول اشكالية الماء وكان المالك محمد السادس قد اثار الانتباه خلال ترأس المجلس الوزاري للثاني من اكتوبر من العام 2017 لمشكل خصص الماء الصالح للشرب ولمياه الريء وسقي المواشي واعطى العهل المغربي توجيهاته لرئيس الحكومة لترأس لجنة تنكب على دراسة هذا الموضوع قصد ايجاد الحلول الملائمة وبالرغم من ذلك وبفعل تقلبات المناخية وازدياد الطلب على الماء فانما خاطر نقص المياه قد ارتفعت بشكل ملموس وبعد ان اخذ الملك محمد السادس علما بالخلاصة الاولية للجنة التي يترأسها رئيس الحكومة اعطى تعليماته من اجل تشهيد عدة سدود بسعة مختلفة بمناطق عدة في المملكة وتهم التعليمات الملكية ايضا اقامة سدود تلية علاوة على احتمال اقامة محطات لتحلية المياه مع الصهر على مواصلة برنامج اقتصاد الماء في المجال الفلاحي ومن جهة اخرى ستقوم الحكومة المغربية بتنظيم حملة تحسيسية بشراكة مع المنظمات غير الحكومية وجهات اخرى حملات تروم تحسيس المواطنين باهمية الماء وترشيد استعمالها بنية تحتية مائية يرتقب انجازها في اقرب الاجال لتنظاف الى بنية اخرى فخلال 18 عاما جرى تشهيد 30 سدا من مختلف الاحجام